شكرا جزيلا سيد رئيس سيد المستشار المحترم كل ما جاء في تدخلكم أو مداخلتكم هي الأرقام اللي كنت قد ندلي بها الآن فما غاديش نعودها بحيث أنه ما تغير تحت شي حاجة بالنسبة المداخلة اللي كنت قمت بها في دوجنبير المستجدات اللي تتكلموا لها ما غاديش تغير البرامج دينا بالنسبة للمطارات ديالتانجام الراكش أقادير اللي غادي نقوموا بالتوسيع ديالها اللي غادي تقدر توصلنا لألفين وربعين بالنسبة للمطار ديال المحمد الخامس أيضا بدينا في الدراسات باش نشوفوا شنوما الطرق الممكنة للتوسيع دياله لأنه التوقعات ديالنا هو أنه غادي تضاعف العدد ديال المسافرين في هذا المطار هذا في غضون الفين وربعين فالتكلمتي على جوج ديال تكلمته سيد المستشار لجوج ديال أنواع ديال الأوراش كان واحد الأوراش سريعة اللي بدناها هذه سنة تقريبا اللي كان تخصص لخمسين مليون ديال درهم الورش تسالة في طنجة وخلال الأشهر المقبلة غادي يكمل في مراكش وفي أقادير وهذا تعطي واحد خمسة وعشرين في المية ديال التقالي استيعابية زيادة أما بالنسبة لمشاريع ديال التوسيع فحنا غادي ننطلقوا في الدراسات هذو مشاريع طويلة للمدى باش ننقدروا نبنيوا ثلاثة ديال المحطات المطارية الجديدة في هذ المطارات الثلاث في ضرف ثلاث أربعة سنوات إن شاء الله شكرا